سبودوبتيرا إكسيغوا هي نوع من اليرقات الفراشية وتعتبر من فصيلة الفراشات الليلية نوكتويداي تشتهر هذه اليرقات بلونها الأخضر الزاهي وحجمها الصغير وقد تعرف أيضاً بالدودة الخضراء أو الدودة الصغيرة يكون لون جسمها أخضراً وتمتاز بوجود خطوط أو نقوش على طول جسمها هذه اليرقات تعيش في بيئات مختلفة وتتغذى على مجموعة متنوعة من النباتات تعد مشكلة خاصة في المزارع حيث يمكن أن تتسبب في أضرار كبيرة للمحاصيل بأكملها ويعتبر التحكم في انتشارها في المزارع تحداً كبيراً للمزارعين تتأثر حياة الدودة الخضراء بالعديد من العوامل البيئية مثل درجات الحرارة والرطوبة ولكن لها إضرار كبيرة جداً يمكن أن تتسبب هذه اليرقات في تدمير الأوراق والثمار مما يؤثر على المحاصيل والنباتات الزراعية ترجمة نانسي قنقر